الأمم هل البطولة ممكن تتلغي اليوم اللي بكلمكم فيه النهاردة التلات سبعة ديسمبر البطولة في معدها والبطولة في الكاميرون النهاردة رئيس الوزراء الكاميروني واللجنة المنظمة المحلية كان فيه حفل الاستقبال لكأس الأمم ويطلعوا بيان إعلامي رسمي إن الكأس البطولة هيتم ترويجها ويهي هتلف على الست مدن اللي هتصديف مباريات كأس الأمم الإفريقية وكمان فيه لجنة حاليا موجودة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي بتابع آخر الترتيبات وبتعمل جولة تفتيش أخيرة على الملاعب للإعلام بشكل رسمي عن استضافة الكاميرون لكأس الأمم إذن اللحظة اللي بتكلم فيها معاكم النهاردة سبعة ديسمبر وصول البطولة كأس البطولة إلى الكاميرون تأديم كأس البطولة في مؤتمر صحفي وفد رسم من الكاف وفيفا بيعملوا جولة تفتيش على الملاعب للتأكيد على استضافة الكاميرون فكرة نقلها لمكان تاني ده أمر غير وارد على الإطلاق يا البطولة تتلعب يا تتلغي نسب إقامة البطولة في معادها في يناير وفبراير القادمين بتتزايد يوم عن الآخر خلال الفترة الحالية بالأمس تم الإعلان عن الراعي الرسمي للبطولة اليوم تم إرسال كأس البطولة وتسليمه في مؤتمر صحفي وكمان لجنة تفتيش حاليا موجودة في الكاميرون بتمر على الست ملاعب عشان تطمن على مدى الجاهزية تأديم البطولة وتأديم معادها إذا تم الاتفاق عليه مجلس الفيفا هو اللي هيصوت على هذا القرار عشان البطولة تتلعب بدل ما تكون تسعة يناير تبدأ خمسة يناير لكن اللحظة دي البطولة حتى هذه اللحظة يوم تسعة يناير أتمنى يكون في تأديم للموعد أربع أيام خمس أيام هيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاي آخر حاجة